مساء الخير مشاهدينا وأهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لكل الناس النهاردة هنتكلم عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ضيف النهاردة دكتور يحيى المنسي محاضر بوزارة الأوقاف أهلا بيك فن أهلا وسلم حضرتك بجميع المشاهدين الكرام أهلا بيك في بداية حديثي الوقت عايزين نعرف كيف نحتفل بمولد الهادي عليها أفضل الصلاة والسلام بسم الله دائما أبدا في كل ابتداء والحمد لله دائما أبدا دون انتهاء وصلاة وسلام على سيد الأولياء والأصفياء حبيب رب الأرض والسماء سيدي يا رسول الله الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد والضاءة مر الزمان وجدتها لم تغربي ما الشمس في كبد السماء ما ضياؤها إلا شعاع بان من نور النبي اللهم صلي وسلم على الرحمة المهداة وعلى النعمة المزداة وعلى السراج المنير حضرتك طرحت سؤال مهم وهو كيف نحتفل بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أريد أن أنوه عليه بداية أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم باق فينا المصطفى محمد لم يمت إذا كان قد رحل عن دنيا الناس بالجسد إلا أنه باق فينا بالذكرى العطرة الله بالقدوة الطيبة بالذكرى العطرة بالسيرة بالعطرة بالأقوال والأفعال التي هي من سنن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى قال واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم من رسول الله المصطفى محمد فينا باق فينا موجود بيننا إذا كان أعيد ثانية قد رحل عن دنيا الناس بالجسد إلا أنه باق فينا ما أريد أن أؤكد عليه وهو يعني شيء أصاب الجدال بالفعل كيف نحتفل أصاب الجدال ناس تقول أن هي بضعة وناس تقول لا ده هي أننا بنحيي ذكر الرسول عشان نتذكر الرسول ونتذكر أفعاله الحسنة وأننا نقتضي به حضرتك المتشدقون المتشدقون والمعسرون هم الذين يقولون بأن الاحتفال بمولد رسول الله بضعة والمصطفى محمد نعم المتشددون نعم إذن مباح أننا نحتفل طبعا وأننا لأنه دي حاجة مهمة مظاهر الحلوة في السوق أننا ندخل على أولادنا بحاجة حلوة في مناسبة جميلة زي دي فأنا بشوف أن هذا تعكير لصفة الاحتفال أننا نعكم على المسلمين فحضرتك بتقول معلومة حلوة أننا لأ أننا المتشدقون دول يسكتوا وأننا يجب بأدامة عندنا سماحة في دينا اتفضل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولد صح احتفل حبيب الحق محمد حيث أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ولما سئل رسول الله ما السر يا حبيب الله في صيامك لهذين اليومين قال المصطفى محمد عن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وقال عن يوم الخميس بأنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين المصطفى محمد وأريد أن أوضح أوضح أن دار الإفتاء المصري علماؤها الميسرون أصحاب الوسطية والاعتدال وهذا هو منهج الأزهر الشريف منارة العلم وقبلة العلماء دار الإفتاء على أن الاحتفال بمولد رسول الله جائز ومباح بل هو تكريم للمصطفى محمد كيف لا نكرم رسول الله ورب العالمين كرمه كيف لا نكرم رسول الله وكل ما في الكون من حجر من شجر من سباع من وحوش كرم المصطفى محمد دار الإفتاء استندت إلى أن الاحتفال بالنعمة جائز ومباح الاحتفال بماذا؟ بالنعمة إنه نعمة طبعا لما ذهب خير خلق الله محمد إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيوم عشراء وقال لما؟ قالوا هذا اليوم نجى الله فيه موسى من فرعاون قال أنا أولى بموسى منه والمصطفى محمد عاهد ربه ونوى إن بقي في الأجل إلى العام القادم يصوم التاسع والعاشر نقتبس من ذا دليل على إيه أن الاحتفال بالنعمة جائز ومباح وشكر أيضا الله 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 زوال الغمة بزوال فرعاون وانتصار موسى وهو انتصار لآيات الله نعمة وخير نعمة عرفها التاريخ بعد الإسلام هو سيد البشرية محمد فهذا ما عليه الإفتال والصريب والأزهر الشريب والوسطية والاعتدال أن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز ومباح بل أنه حق لرسول الله وطرحت حضرتك نقطة مهمة قلت يعني لا غبار على إحضار الحلوى للأولاد والمظاهر هذه الطيبة عاد ليس فيه شيء فالمصطفى محمد صلى الله على حضرته كان يحب الحلو سيد الأولين والآخرين كان يحب الحلو اسمعي إلى قول رب العالمين بعدما قال في صورة الأعراف يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المصرفين ثم قال أقول لك بعدما تصلي على رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والطيبات ماذا؟ من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الطيبات من الرزق من الذي قال بأن الحلوى حراب من الذي قال بأنها من المسكرات أو من المنكرات أو من الخمر حلال أكلها في جميع أيام العام وفي مولد سيد الأمام علي أفضل الصلاة والسلام يوم الإسمين ربنا سبحانه وتعالى خلق الأيام وجعل لها أسماء ودللات لماذا ولد النبي في هذا اليوم تحديدا؟ هذا سؤال ليس له إجابة محددة الإجابة الأقرب الإجابة الأقرب ليست عنده ومن اجتهد فيها فهو خاطئ من اجتهد فيها فهو خاطئ يعني اليوم اليوم مالوش دلالة معينة؟ يوم الإسنين حقيقي بأنه ولد فيه رسول الله ومختلف فيه بأنه مات فيه رسول الله لكن دلالات من اجتهد فيها فهذا كله اجتهاد فردي فردي شخصي وليس مؤكد ليس هناك دليل قطعي على أنه السبب في يوم الإسنين كذلك لذلك ولد فيه رسول الله ولا نقول إلا بالدليل حضرتك تقول الكلام الصح ودلا نعيب بالسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي إلى أي مدى طبقنا هذه الرسلية؟ ده سؤال مهم جميل أننا لو التزمنا بمنهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبسنته المطهرة لسعيدنا في دنيانا وأخرى ولو وجد عجاجا ووجدنا في المجتمع يعني تراجعا إلى الوراء فاعلموا أنكم بعيدون عن سنة رسول الله أوضحوا قائلا بداية ما هي سنة رسول الله؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله أولا وهذا هو المصدر التشريعي الأول للإسلام كتاب ربنا ثم المصدر الثاني التشريع الثاني للإسلام سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله قيل فيها بأنها ما ورد عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وقيل في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأنها اغتنامها فعلها الأخذوها يرفع الدرجات فوقف لحظة بس تتصال يا دكتور ألو 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 أيوة السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي ممكن ممكن بس محترم محترم مساعدة بس محترم مساعدة أنا أنا علي 20 ألف جنيه مجاوز بنتياني طيب حضرتك سيبي رقم تفضل كنترول أختان عام سنة رسول الله سنة رسول الله محمد الأخذ بها اغتنامها السير على دربها ترفع درجاتنا عند ربنا والأخذ بسنة رسول الله ليس بواجب حتمي ليس بواجب حتمي حتمي ولذلك سميت سنة يعني مش فرض إننا مش لازم إننا الفرض شيء والواجب شيء وسنة رسول الله شيء آخر فعل سنة رسول الله يجبر به الفرض ولكن مستحب مستحب يا دكتور طبعا لا لا سنة أقول سنة والسنة فعلها يرفع الدرجات عند رب الأرض والسماوات والسنة فعلها فيه أجر وسواب طبعا وتركها ليس فيه حرام لكن أقرب الناس جوارا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم العرض على الله هم أكثر الناس اتباعا لسنة رسول الله وأكثر الناس صلاة على رسول الله من أحبني أحب سنتي من قائل هذا الكلام إنه النبي العلاب من أحبني أحب سنتي الله 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 إذن حب النبي اتباع حب النبي ليس بالكلام حب النبي اتباع وباقتناع أيضا الله 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 خير قدوة عرفها التاريخ هو المصطفى محمد تراجع المجتمع تراجع الفكري لانحدار الأخلاقي بسبب أننا تراجعنا ولم نغتنم أخلاق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ونسير على قدواته خير قدوة عرفها التاريخ لو أردنا من عوامل ومن مفاتيح النجاح ومفاتيح السعاد القدوة الطيبة القدوة ونحن في أمس الحاجة إليها إلا القدوة الطيبة وفي عصرنا هذا نحن في أمس الحاجة إليها نحتاج إلا قدوة نعرف نعرف ده كويس نتعرف على ذكر الرسول نتعرف على منهج النبي عليه أبضل الصلاة والسلام طيب دور الأزهر إننا عايزة إننا نوصل ده لغلادنا عايزينهم يعني يتبعوا منهج الرسول ولكن باقتناع وببساطة شديدة آه اللهم صلي على حضرته دور الأزهر موجود ومفاعل ودور الأزهر لم ينتهي بعد والأزهر بالرعاية الحكيمة الموجودة للإمام الأكبر يعني أسأل الله جل وعلا أن يرفع درجاته في الدنيا والأخرة ليس من قبيل المجاملة دكتور أحمد الطيب له من اسمه نصيب فهو فعلا طيب طيب الأخلاق طيب السم حقيقة يعني يأخذ الأزهر إلى المنحة وإلى المسار الصحيح الأزهر تربينا فيه لو لا الأزهر ما جلست هنا لو لا الأزهر ما تقدمنا هناك دول لا تعرف مصر إلا بمصر الأزهر هناك رؤساء دول كل شهاداتهم سيفبتحهم فيه أعظم علماء الدين خرجوا من الأزهر أعظمهم طبعا رؤساء تقول رئيس للدولة قائد الرجل الأول ما شهاداته أنه تخرج من الأزهر الشريف يأتون من كل فج عميق لماذا إلى الأزهر الشريف أقول أنه تاج على رؤوسنا كما أن مصر تعرف بالأهرامات تعرف بالنيل تعرف بالحضارة كذلك في المقدمة مصر الأزهر وهذا فخر لي ولجميع الأزهر بنوى لمصر عام الرسول عليه أبدال الصلاة والسلام قال إنما أبو عسط لأتمم مكارم الأخلاق إلى أي مدى نحن يعني في حاجة إلى هذه المقولة إننا عايزين فعلا وفي ذكر الرسول إننا نطبق إننا نمشي على هذا مكارم الأخلاق إحنا النهاردة محتاجينها فعلا وفي أمس الحاجة إليها إزاي إن أنا أوصل مكارم الأخلاق أولا هناك فرق بين مكارم الأخلاق وبين الأخلاق الأخلاق لو أنك أنت ألقيت علي السلام أن أرد عليك السلام الأخلاق لو أن إنسان محترم عملني بطيب أن أعامله بالطيب الأخلاق أن أقابل الحسنة بالحسنة ولا أنكر الفضل لأصحاب أما مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك تعطي من حرمك تصل من قطعك هذه هي مكارم الأخلاق موجودة من قبل النبي محمد نع إنما بعسته لأتمم آه لم يقل لأعلق وإنما قال ليه لأتمم لأكمل هي كانت موجودة هناك من الأخلاقيات والشهامة والمروءة ما كان موجود في الجاهلية من قبل بأسة سيد البشرية طرحت سؤال مهم مكارم الأخلاق نحتاجها في مجتمعاتنا نحتاجها في حاراتنا نحتاجها في أحيائنا نحتاجها في قرانا في جميع في بيوتنا بين الأمة كافة أنا أقول لحضرتك في بيوتنا من الأول طب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى المرأة حقه لا ده قبل من تقل للمرأة أنا عايز أضرب مثل عجيب وليس بعجيب على رسول الله أكيد عن أخلاق المصطفى مكارم أخلاق النبي العجيب أن مكارم أخلاق النبي لم تكن مع المسلمين فقط وإنما أخلاق النبي كانت مع أعدائه قبل أحبابه اسمعيها ثانية من الجمهور أخلاق النبي محمد كانت مع أعدائه قبل أحبابه أضرب لنا كان واحد اسمه عمير أخلاق النبي محمد أخلاق النبي محمد حتى الجمهور أخلاق النبي محمد حتى الجمهور الله فتذكر صفوان عمير تذكر يوم بدر يوم غزوة بدر غزوة بدر وما حدث فيه من انتصار للحق على الباطل فعمير قال إيه حقولك بعد من صلع المصطفى عليه أبضل صلى الله عليه وسلم عمير قال لو لا مالي وأولادي أخشى عليهم لا ذهبت إلى محمد وقتلته رد عليه صفوان وقال له مالك مالي وعيالك عيالي لا تخشى علي مالك مالي عيالك سأحسن إليهم وأرعاهم واذهب وقت المحمد قال له خلاص اكتم علي الأمر ما حدش يعرف الكلام ده والسر ده لا أنا وانت على طول عمير بدون تردد رح غامس السيف بتاعه في السم وعلى طول ركب وذهب إلى مصطفى محمد ليقتل رسول الله فلما دخل من بعيد على المصطفى محمد وهو يجلس بين أصحاب فإذا بفاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب الملهم من عند الله يرى عمير من بعيد قال والله ما جاء إلا لشر فراصة عمر رجل الله عنه والله ما جاء إلا لشر والله ما جاء بخير وأمسك عمر بن الخطاب عليه سحائب الأنوار من العزيز الغفار بسو عمير ما الذي جاء بك يا عمير قال ولدي أسير بين أيديكم من يوم غزوة بد جئت أوصيكم علي لا إله إلا الله للأسف أنا بعتذر جدا أن الوقت خلص وأتمنى أن أنا أسمع وأستفيد أكتر في نهاية حلقتي بشكر ضيفي الكريم دكتور يحيى المنسي وفي نهاية الحديث بقول لكم كل سنة وحضرتك طيب لأن أنت شرفتيني بجد يعني وبشكر مشاهدينا وكل عام وحضراتكم بألف خير شكرا